أحيي الله الشباب وحيي الله الأبطال اللي في القناة مع أنا شاعر عبدالله شيخ حبيب أنت لقيت قصيدة في مرجان الأم أيوه أيوه اللي في المسرح أيوه ولقيت في المرجان الأقصى كلها في الأقصى نعم سبحان الله أعطني الورقة الحلوة هذه أعطني الحضرة والمحضرة ثم أسقني من كوترة أعطني هذه يا سيد سعيد خليها بس يا أبو يا سيد دي يا رسول الله صلى الله أيه أول في غفلة هذه من كتابة حبيبنا ماشه الله الأستاذ الجميل الرائع أيش الجمع المشرق الخريف يقول الخريف هو ربيع ثاني حين تكون كل بكل ورقة حين تكون كل ورقة زهرة ماشه الله إيه الجمال ده ماشه الله جمعت بين جمال الخطي والعبارة ثاني المقنن يا الله يسعد أشوف كده خالق كاما حنود أن أقطعكم كيف حالك شكرا خبارك شكرا خرجت خلاص هلا وسهلا مرحبا إذا أشعركم أود يا ربيع أكسب وما زانت الله ملك الحم تمام الله ملك الحم فضل يا حبيبنا عبد الله يا إذن إحنا معنا الخطات الجميل ومعنا الشاعر الكبير الله يسعدك عبد الله لعنزي وحيد لفازه إحنا بدينا معاك في خبار علوم صح يوم ألقيت قصيدة قبل سنة هل يجب أن تكون جاهزة اليوم القصيدة لي لا من فرر لا خليها تشوف غيرها وقلقناها هذا مجودة الله يسعدك الله يسعدك ومعنا الخطات إحنا لكن الخطات عشان يأخذ شيء من الوقت ودنا أي واحد الآن في باله حكمة أو بيت شعر يعطيه عشان يبدأ يكتبه جاهز عندك شيء ألا ليت الشباب هاني ناصر ألا ليت الأولاد يفتحون الباب والله يحبي لا يا أخي بصور أنا يا أخي سنابي يا أخي مو سلوب والله يا سامي انت حاقد عليه سامي في حاجة موصيك عليه ألا ليت الأولاد يفتحون الباب لأني حامل الأغراض أنا أختلح من غير الفقرة البيت هذا صعب البيت هذا صعب لا بلين دايب كل عنده أنا ما راح أقول شعر لي البيت هذا ما أقدر ليش لأن هذا المعذل أبو عبد الرحمن احنا والله ما ودنا يضيع الوقت نعم يلا حبيبنا والله نبغى نستثمر وجود أبو أصيل نعم نسمع أبو أصيل الله ينصح مقام أبو أصيل في سطرين وش يقول عن نفسه حتى ندخل معه والله أنا عبد فقير الله سبحانه وتعالى طبعا بسم الله الرحمن الرحيم وشكر لكم الاستضافة الكريمة هذه وأنا ماني ضيف يعني من أهل المجد الله يستطيع هالبيت لا يحتاج من أهل الدار فأنا يعني عبد فقير ومسكين بضاعتي مزجافي كل شيء الله يستطيع لكن حباني الله سبحانه وتعالى شيئا من الشعر وحاول أن نخدم فيه أحداث سامية من ضمن هذه وش آخر ما كتبت؟ آخر ما كتبت كانت قصيدة لفلسطين تعطينا أنت حرجتني أنا أحضرها لكن يلا يلا الجوال من تالي صار هو الذاكرة الجوال صار هو الذاكرة حافظة طبعا هي رمزية شوي عنوانها الراحلون الراحلون كبحوا جماح خيالهم فتنام هربوا من الأسماء ذات فضيحة وبكوا على أمجادهم أعواما مدوا خيام قلوبهم لأحبة دخلوا الخيام مشردين هياما يتبادلون الذكريات قصائدا كي يصنعوا جمر الأسى أحلاما فتحوا السماء وطيروا أصواتهم عاد البكاء حمائما وغماما قالوا يقول حتى ماذا السلام عليكم الراحلون ولوعة بقلوبهم شحذت لهم عوض المدى أقلاما أخذوا البلاد وغادروا أوطانهم فالأرض ليست قصة وكلاما والحب أصدق ما يكون تغربا والبيت آخر ما يكون حطاما والشوق برد والمدامع إنهمت جمدت على أوجانهم آلاما الراحلون تقلهم أحجارهم بعثوا إلى وجع الهجير سلاما وخدت مطايا الذكريات بكل ما مروا به ونمى الحنين خزاما ودعتهم الكلمات أن يشدوا بها وأبت لهم إلا المناء نغاما حد احتراق الأرض كان غناؤهم كي يشعلوا لحن الخلود ضراما الراحلون كثيرة أوطانهم مقدار محتطن المدى أعلاما تخذوا هواء القدس زادا كلما مات الشموخ سقوه منه فقاما هم يجهلون الغيب مثل يقينهم أن الدمار سيستحيل سلاما يشرونه بدمائهم فبدونها تغدو مقايضة الأمان حراما صلوا بمحراب اليقين جماعة وتخيروا حب البلاد إماما وكذا سيبتسمون صدقا كلما أخذ الغريم من الغريم غراما الله عليك الله أنت جاي من وين من ياته كوكم من ياته ما شاء الله تبارك الله بما أن القصيدة الأولى كانت عن فلسطين حبيبنا خطاطنا الجميل الله يساعدك إحنا ودنا نسمعك أولا وأنت تكتب وش تجالش تكتب الآن اسم الشيخ واشد الدوسي كتبت والله دولي داخلين في محل في مول كلها عليك لك تباسمي فرح شي وارد يعني أجاش تكتب اسم راشوف عبد الله حبيب يستاهل يستاهل بسم الله يوريهم الاسم اللي كتبته شوف كيف اسم عبد الله حبيب أيوة يا سلام وري 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 الكاميرا لقدامك هناك 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 أيوة الله كنا عبد الله صديق والله ما تدري أسمع هو جماله خطك أم جماله الاسمي أم جماله الورق أم جماله المدادي أم جماله القلمي خلنا نسمع جمالك بعد ما تكمل بعد ما تكمل اسم حبيبنا راشد أقول الله يسلمك سامل يا الله بروحي شوي وارد يعني يا جمالك يا عبد الله حبيب حبيبنا أستاذ عبد الله أنت أستاذنا وجميلنا وتاج ورقصي بعد ما تكمل راشد دوسري اكتب القدس لنا القدس لنا واش تزيدنا شيخ؟ واش أقرب القصائد لعبد الله؟ قصيدته في مسحة حسول الله على طول كنته الرجال ودي أنا ودي أقرب شي صراحة ودي نسأل رجال اللي أنت وكلتوها أنا ودي شلون أكتشفت مهارتك في مهارة كنت لا يظهر نعيبا لشيخ راشد أنا أول مرة أسمع خليه خليه راشد يحسب الجلسة سؤال وجواب يعني درد شاو بعدين نأخذ مقصير العملية لا أكل كل حشنا في زاوية دعا باس ماسكا ودعا ماسكا بديت في أولا متوسط تقريبا لكن كنت أكتب نباطي واستمرت ثلاث سنوات إلى ثالث متوسط وأنا أكتب نباطي كان عندي حول أربعين قصيدة كلها عامية كانت الوالدة الله يطول بعمرها وأحفظها هي اللي يعني دائم تجمع قصائدي وتشجعني حتى لا زالت موجودة عندها ذاكري يوم طلعتها من شنطة عندها يعني أشبه بخزعبلات لكن كنت أسميها شعره الآن أولى ثانوي في أحد المدرسين الله يذكروا بالخير ويسروا وينما كان ما هي علاقة فيه يعني وجهني قال إيش لك بالكلام هذا وش اسمه شيخ روح اسمه حسن شتاء حسن شتاء و نعم درسك نعم درسني الله يمعرفه رجال أنت طيب درسني وأنا الآن طبعا قطعت بي علاقته من ذاك اليوم درسني سنة وبعدين أنا انتقلت من مدرسة لكن هذه السنة جزاها الله خير وجهني للفصيح وشاركت في مسابقة على مستوى الرياض و أخذت الأول ناشا الله في أولو ثانوي يعني ما يجبني أبو عابب وصيل عم كمان ما أدري والله بالضبط يعني أولا ثانوي برغم أنه مطور الأثر يبقى نعم صحيح وهذه كانت البداية الله يسعدك بأبو عمر تفريدنا بسم الله وخري أبو أصيل أين المصيدة التي بأمركها حولة سننشيها ولم ننجدها والله أبحروا معنا في القصيدة يعني أنا قاعد درعتها كثيرة فأدي أقرأ غيرها ويتبورها شيء جديد لا 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 إصار عليها موجود قصيدة ثانوي أقرب شيء إليك هي أجمل يعني أحبة هي كان في النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أنا كان عندي أنا كان عندي يعني تعمل بالروتين أنه أسبوعية لازم أكتب في النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كنيادر يا أبو سارة عندك قصات كثيرة في النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذهك فعلا يعني أخذت وقتها في الكتابة وكانت حب القصاعد إلي فألي تبورنا اللي ريحة كان نحن غيوف عندك نسمع أشياء جديدة لم يعني سبق طيب في قصيدة هي أظنها أجمل ما كتبت يعني بالنسبة لي لا يعني عن الحال يعني فلسفية حين وعما اسمها زمان خليق بالبكاء الله الله طه هي يائسة شوي لكن عوضكم بعدها نجيب قصيدة لا لازم تفاعلية تختم بها الشيخ ما نقدر زمان خليق بالبكاء أي من شهقة الأمس حتى لهفة الآتي أرى ضبابا على وجه السماوات أرى بدورا بلا نور أرى شفقا أرى غروبا خليقا بالنهايات أرى عجوزا تمد الحزن أجنحة ليصغر الكون في عين المسافات تكذب الشمس أن الأرض ما ذبلت وتخبر الماء عن جوف المفازات مفتونة بالأساطير التي نسيت مشوقة لابتسامات الخيالات كأنها والدروب الخضر قد فقدت تسيرك الطيث من بين الحكايات من شهقة الأمس جاء القحط يسألني هل غادر الماء أرحام الغمامات والخوف يفتح عينا للسؤال ولا شيء سوى الله يدري بالإجابات هذا الزمان غريب نازف كيد مرت إلى الورد من شوك الخيانات هذا الزمان خليق بالبكاء فمن أين اختلقنا غثاء الابتسامات فلنحتضن خبزنا اليومية في دمنا تمخض الحلم عن عصر المجاعات ولنترك الصفحة البيضاء حائرة ولنسك بالحبر خيطا في المثاهات ما كل هذا الضياع المر يعصرنا خمرا ويأكلنا طير الخرافات يا للمساجين في أيامهم وجعا والهاربين من الآتي إلى الآتي لا حلم من قبضة السجان ينقذنا إذا تبدى لنا كيد الأميرات نحن المحبون يا ليلة فهل قدرنا لا يعيش غرام العامريات نامي على أمسنا المبكي يمرأة أبهى من الماس في كف الأميرات لا تسألي عن أمانينا وعن غدنا قد مزق الدهر أحلام الحبيبات مدي يديك إلى الماضي هنا نفر تقاسمونا بأسماء البطولات كل إذا جاء يوم الوعد أخلفنا وعاد يحلف بالعزة وباللات والساكتون على الأنقاض قد وقفوا يلملمون الأمان المستحيلات سحقا لهذا الحنين الصعب في لغة تموت في نفسها في الأبجديات سحقا لكل الذين استنطقوا وجعا في الروح واستوطنوا زيف المجازات لقد تعبنا وشاخت كل أحرفنا ولا نزال حيارا في البدايات كم من مرايا صنعناها لنكسرها لما خدعنا بوهم الانتماءات فشردتنا حضوظ النفس واختلفت بنا الطريق وتحنا في الغيابات يا أيها الحاضر المملوء أسئلة أراك تخلط مأساة بمأساتي أسرفت بالموت حتى صرت ممتلئا مقابرا لم تعد تكفي لأمواتي أسرفت حتى رأينا الحزن مبتسما طالع الناس من برج الخرابات أسرفت حتى تولت كل ثاكلة تناشد الله صبرا للمصيبات متى سنرتاح؟ يا الله ها سحب من الحنين تبدت في السماوات يا رب إنا هرمنا من مهانتنا وشابت العين من فرض البكاءات هل من خلاص؟ فقد ملت دفاترنا وأطرق الحرف في باب الغدل آتي أما الصورة البيانية شابة العين فقل نظيرها في الزمن المعاصر لها الصورة اللي عجبتني حقيقة حقيقة الأميال التصوير بالحلم لا حلمة اللي في السجن قبضة السجاني بس لتعيد لتعيد البيت لا حلمة لا حلمة من قبضة السجاني ينقذنا إذا تبدل أنا كيد الجميلات يعني حتى الحلم صار مصادرة الخبز العصر بحاجة زي كده ما عجبتني برضو الله يرضى عني تمبطة من سورة يوسف عليه السلام كل نحن جميل حبيبنا عبدالله يعني هم القرآن المصادر سنتمثل حكالي علي أنا عبدالله بن سالم بن نصور العيدي القدس لأنا كتبتها؟ أحين بأي خط ستكتب؟ خط الحرية الله أكبر الحر 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 يلا لا بالصراحة عبدالله يكتب كتابة رائع نشاء الله نشاء الله يعني في العمر هالله والموهبة هذي صراحة من مجيد خط الحر هذا التواضع ثلاث ثلاث أكتب اللي تبي أبد أكتب خط بالج عبدالله راسخة في ذهنك أنت أول شي خطيتها وللآن هي عندك في البيت شو؟ أول خطة خطيت كثبت حكمة آية حديث وللآن أنت محتفظ به إيه؟ وش هي؟ أه ظاهر كثير الإخلاص صورة الإخلاص صورة الإخلاص والله هو الله أحد الله يرضى عنا نسخ تعليق كتبتها نسخ تعليق نسخ تعليق هذا الفارسي له اسمين وظهر له اسماء كثيرة سليعرف اسمين هاي نسخ تعليق الفارسي ما شاء الله الله ينسد ما شاء الله من من شعرهم تعاون يا شيخ؟ يقول شعر وكيكتب له؟ أنا قلت له بس لديها وقت هذا أنا قلت له بعض قصاية كاملة الله له الله سير معلقاء قال أبداً مااني سير معلقاء أنا عجبت ما شاء الله بخطر أعطاء المعاصرين ألوان قصيد أعطاء شعراء المعاصرين لها أثر عليك وتحب تقرأ له؟ والله كثير يعني أخشان نذكر أحد وأبخس أحد حقه لكن الماتو الماتو مثل الماتو يعني مثل عمر أبو ريشة عمر أبو ريشة يعني مبدع جداً و يتميز بالحبكة يعني في قصيدة من أولها آخرها تأتي كتلة واحدة كده ما تقدر تتحذف منها شيء تحصل على الغماء؟ أنا معجب فيه جداً يعني عمر أبو ريشة وأحوظ له كثير قريب يمكن قبل عشر سنوات أو أقل شعر سوري طبعاً أستاذ عبدالله العنزي أنا جاءت له قصيدة بدون ما أدري أنه هو اللي كاتبها و أنشدتها ممكن أن أكمل فأنا قرأت القصيدة فسألت على طول أرسلها ليها قلت لي بالله من هذا؟ قال لي هذا واحد من الشباب معنا في القناة قال لي هذا واحد من الشباب من اللي جاوبك الأم علش؟ اسمه عبدالله العنزي واحد من الشباب قلت له معنا في القناة؟ قال لي أيوة قلت له والله ما شاء الله تبارك الله فمرت الأيام وفجأة كذا جيت قاملت الرجال سلام عليكم قلت له أول مرة أشوفك في القناة طيب سبقاً وأحسن أنا حالي الآن عن نتائج الجمهور أفضل 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 قلت له عبدالله العنزي أنا أول مرة أشوفك في القناة ما عليش يتعرف إذا قال لي اسمي عبدالله العنزي قلت له أوه 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 أنا والله الإسم من جد كان يعني راسخ في ديه ما زال راسخ في راسي يعني قلت له أنت عبدالله العنزي قال لي أيو نعم يُعلمني بأن العيش روض زاهر أحلى وأن الفعل والإيمان من كل الدناء أهلا الله 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 هذه من أجمل قصائد اللي كتبها عبدالله العنزي عبدالله العنزي أنا صراحة من المعجبين بك وأقول لك قدام الناس ممكن تسمعنا حاجة؟ قبل ما يسمعنا الشعر اللي ذكره أستاذ عمر بريشا له القصائد المشهورة لأمتها اللكي بين الأمم منبر للسيف أو للقلم هو اللي له وثبت تستقرب النجرة مدالة وتجادة تسحب الذين الاختيار ايش؟ أمر بريشا قصائد كثرة أمر بريشا لا في واحدة كان قصائد منشدة قصائد كثرة قصائد منشدة أنا؟ إلا لي واجدة مثل؟ الشيخ أبو عبدالس لا أسيبك أبو أكثر شيء قديم أنا هذا جديد والله في أبو علي كم أشد كم واحدة أبو علي أنشد لي كمانك قصيدة عليه وسهل سلام أبو علي أنشد لي قصيدة أبو علي أبعدنا عن ذول اثنين أبعدنا عن اثنين والله فخر أنشد لي محمد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يسعد أبو أصيل صاحب أصلي الله يسعد والله وأصالة وبإذن الله لن نخرج من هذا البرنامج إلا ولكك فيديو كليب أحمد عبد الله والله تصريح خطير في إبراحب الله عليك بقي على نهاية البرنامج خمسة وعشرين يوما تقريبا إن شاء الله أعطى خمسة يوما تقريبا ألا في قصيدة ذكرتها إبراهيم اللي هي من هنا شق الهدى أكمامه له لعمر بريش ما أدري والله وتهادى موكبا في موكبي فأتى الدنيا ورقت طربا ربما لأنه هذا السلوب هذا السلوب من عبقه المنفكدي وتغنت بالمرؤات التي عرفتها في فتاة العرب شاعر مهموم بأمة يعني أجسر أنك تكتب أسبوعيا قصيدة عن نبي صاحب والله تركت العادة هذه الله المستعان لكني كنت كل جمعة يعني أنا كان عندي مشوار دائما بعد العصر يوم الجمعة يعني أطلع من أخيي فدائما أطلع الحال يعني بسياسة أني يكون عندي ضرفة أو شيء فمشوار تقريبا يأخذ نصف ساعة فأستغل في كتابة القصيدة عن نبي صلى الله عليه وسلم قصيدة عن نبي صلى الله عليه وسلم هل تسمح لي في أخذ كل القصيد هذه والله وأنشد كل جمعة منها بيتين الله ليه الشرف هل تسمح لي ليه الشرف هل تسمح لي أن أخذ معها شوية هل ليه الشرف يا نغيب سمق بيها عكاشة والله والله يبسط بها بالله يقول لنا قصيدة من القصيدة الجميع ما ذكرت قصيدة عن نبي صلى الله طيب بس أختم بالقصيدة عن نبي صلى الله عليه وسلم لا هل تختم مستهبا باقي ما حرمت باقي وقت يا أخي استره يلا شوف خطاتنا الجميل أستاذ عبد الله مشوifa يكتب عبد الله مشجل استكتب عشان يشوف يكون معنا المشاهد اهتوه هذه قدس هذه لازم تبقى راسخة في أرشيفك قصيدة من جانب الليل في النبي صلى الله عليه وسلم هتقول ديك يعني دي ما قلتها دينا حانة تاني ما عليش والله راسخ قالها في جائزة قالها في جائزة ده نسمع أكبر غدر ممكن قصيدة من جانب الليل هتلقوها في اليوتيوب قصيدة لها ثلاث أيام شيف أقولك تركت العادة هذه من زمان الله مستعلم الله يغفر لك بس نشغلنا بممرضي طيب قصيدة عن الفأل نوعا ما قل على الغصن غنى للحياة هزارها لترقص من فرط الهناء ثمارها تناديك من أقصد ضياء بهية بعين من الفأل الجميل حرارها بها منك ما بالأرض من لحفة السماء وما في حنين الغيم والبدر جارها يغازلك الطرف الذي أنت لحظه ويدنيك والآمال طال انتظارها هي الأمل المزروع في تربة المنى بعاد مراميها قريب مزارها حنانيك والدنيا شروق وغيبة مع الشمس والغيم البهي خمارها رحيلا إلى الأقدار في زورق المنى مجاديفك البيضاء مجد شعارها وفي عينك الإنسان والأفق غيمة وفي قلبك التواق كان انهمارها فلا تترك الأحلام أحلام رحلة يسرح شعر الأمنيات ادكارها ولا ترمي من خوف عصاك وسر بها فقد يفلق الأمواد يوما قرارها هو العيش إن أبصرته روض فرحة بكفيك إحياء المنى أو بوارها عناقا مع الأيام حتى تحبها ويهواك منها ليلها ونهارها وطرقا على باب من الفأل أخطر به قصة الآمال طابخ درارها على الغصن عصفور وفي الغصن رحشة وفي كفك الآمال زاهن وقارها سؤال إبراهيم النقيب ولا تترك عصا ما أخوذ من قصة نوصة حقيقة القرآن سبحان الله له التأثير ما أظن في شاعر أو في أحد يحفر القرآن لا يؤثر على الواحد حتى على إدراك ما هي القصيدة التي سننشدها بإبن الله أنا جيت متأخر بس ما أدري أنت تامر يا أبو مجد يا حبيب الله خليت أنت تقول يا أبو مجد أنت بيت أنت يا أبو مجد يا شماعة خلوه يقول خلتوه أسلم أسلم إش اللي اختلف فيك وش هي الجائزة والله أختلف عليه شي واحد أني صرت قليف بالكتابة عجيب تكبرت على الشعر لا والله القصيدة في النبي صلى الله عليه وسلم هذه أخذت مني وقت وجهت صلى الله عليه وسلم وأظن أظن شفطت القريحة بديت تدقق أكثر يعني هنا تقريبا أقل من سأيوها صرت أكتب صراحة لكني ما أكتب شيء يقول يا أخي أقل من أن أنشره أقل من أن أنشره لا لا لو أريك الملاحظات بالهبل فيها من الحشرات من الحشرات من الحشرات من الحشرات من الحشرات بس ما أنشرط لهم فعلا تقول دون أنك تنشرها يعني أنت أنا وصلت بمستوى معين بس ما هتشعر أن هذا حاجز يعني شف كل شاعر له قصيدة معينة يكتبها لما هذا يقول خاصة ما رح يقدر أتجاوزها وبي يكتب عشرين قصيدة لين يقدر يتجاوزها بس في النهاية في شيء مقبول هذه مستواها مية أنا قاعد أكتب عشرين صعب أن أطلع مستوى عشر أطلع ثمانية 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 أطلع ثمانية ثمانية بس ما أطلع طيب ممكن لسألك السؤال ما فكرت تطبع ديوان بثين شروع أنا عندي ديوان مطبوع من ثلاث سنوات أو أربع سنوات ما شو عنوانته؟ عنوانه ما كان كان ما كان عنوان قصيدة في الديوان يعني هناك جائزة في جدة في نادي أدبي في جدة جائزة إسمال أصدر الأول أنه ترسل لهم ديوان وأفضل ديوان يطبعه في جائزة مالية وكان فيه مئة وستين يعني مشارك والحمد لله يعني أشاء الله تبارك الله كنت الأول الحمد لله هكذا عبد الله شئلت خطيرة فعبد الله أنا أبو أصيل أنا كنت في كنت مع أبو أصيل في لا لا رحنا مرة الزبدة تقابلنا في مطعم مع حبيبنا أبو عز فكاني كنت أوري الواحد من الشباب معي قصيدة الفائز بالجائزة السابقة اللي هو الشعر العماني أنسلوا إيش مطلعها أنسلوا من عتمة المعنى من عتمة المعنى أنا ما أدري أنه عبد الله مشارك في المسابقة اللي هي النصف القادم هذا قبل المسابقة تقيم ثلاثة أشهر نعم فقلت عبد الله إيش رأي قال كيف هذا الشاعر إن شاء الله بحاولنا أن نكون زيه فقال لي أني مشارك في النسخة القادمة وكتبت جزء كبير من قصيدة فسمعنا بدايتها سمعنا تقريبا ثلاثة وأربعة يعني هذيك ثلاثة يبس القصيدة فأيوة فكان يقول لنا أنه ما زالت يكتب يعدب يمسح يعدب حسي برهيب النغيب لو تعب في نشيد ثلاثة سنوات ما حيجيب الوزجاني ستقدر ما حيجيب الوزجاني ستقدر وتذكرت زماني وتذكرت زماني معهم أنا خرجت بداعي فقعد كل ما أنا سجل نجلي أقول ما أنشر فأحاول إن شاء الله أكسر الرقم القياسي بقصيدة الشيخ إن شاء الله والله وجهك يا حبيب ما يستمون بشعراء الملطر اللي كانوا في الخارج بعدها جاءت مدرسة الشعر الحر أنت تؤيد الشعر الحر على حساب التفعيل هناك تفعيلة ما قال أفراهيم؟ أفراهيم قرأ لأ فتاة ما قلت هذا؟ لا أعلفت هذا لا بلاش منه أسمح لإسمائي ألفت هناك أفراهيم قلت شعر التفعيلة والحر قالك لا لا هذا الجومان أنت أبو الأجور ما قال كديرت الحمد لله هناك شعر تفعيلة وشعر حر أو يسمى مرسل الشعر يسمى الشعر النثر أصلاً وأنا لا أعترف فيه صراحته وما يسمى الشعر النثر لا تؤيد هذه المدرسة لكن هناك شعر تفعيلة تفعيلة له وزن وأنا أكتب على نشرات القصادة على التفعيلة وهي موزونة لكنها بدأت أن تصبح موزونة على بيت كامل موزونة على تفعيلها معينة مثلاً، أنا البحر الكامل أعطينا شيء على تفعيل عبارة عن متفاعل ومتفاعل ومتفاعل محلو 6 متفاعل أنا أصير أخذ كلمة متفاعل وكررها طول القصيدة لا تصبح ألعب في القافية على حسب ما أرى المناسب من قمت بفعل ثلاثة متفاعلون أخذ قافية بعد 6 متفاعلون بعد 1 متفاعلين أخذ قافية يلا ممكن تدينها ولكن هل فعل قصيدة التفعيلة يا عبدالله عنيزي والله لي قصيدة لها قصة تفعيلة اسمها لا أنا المقصود أنه هذا أنت متعيد المدرسة هذه لا تفعيلة هيدا إلا التفعيلة كتبها شعر حر لما تعيد شعر حر لما تعيد شعر نيسي وقاري ولا وزن لا 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 تحبهم أبدا لأن هذا سجال كبير بين مدرسة التفعيلة ومدرسة شعر دبعا هذه قصيدة كتبتة في أنا خارج من مقبرة هذا تقريبا نفس تشبيه بين الطب الحديث والطب البديل ففي ناس ما يأيد الطب لا لا قصيدة هذه التفعيلة هذه من طالع من المقبرة طبعا كنت لهبث لعزاء والد أحد الأصدقاء طبعا هذا كان بيني وبينها خلاف معين فاختفقنا على أنه تبقى المودة لكن ما عد حلنا مثل أول هذا قبل موت أبو هذا قبل موت أبو فلما رحت له في عزابه فعلا يعني يوم جاء هو كان يسلم يسلم على الناس متأثر بس لما جاء عندي حضن ما دايش حضني وقاعد يصيح أنا وقتها خلاص يعني طبعا قاعدت تصيح معه كذا لكن فعلا ذاك يعني طلعت من المقبرة وأنا عندي مشاعر طلعت قصيدة مدري يمكن ما تعبر عن المشهد لكن جاءت كذا عنوانها في الموت نصبح أصدقاء أو هكذا تقضي الحياة بأن نعيش على دموع الأوفياء أو كلما اغتسل الفؤاد من الهواء نداه صوت خافت رغم النوى في الموت نصبح أصدقاء لما يخرجون برغمنا موتى على حد الحياة لما يسكرون بكأسنا لما ينزفون الأمنيات لما يكذبون على الجراح ويوقظون بنشتات موتى ولكن في المقابر أصدقاء هي هكذا عقل ولا عقل نبض شريد ما له أهله هي هكذا تحلو ولا تحلو موؤودة بالصمت ذيعلو لا شيء فيها إذ نرى متفرقين وفي المقابر أصدقاء عجبا أكنا قبل هذا اليوم جرحا نعم كنا والندب من أثر الجراح أصدفة يمحى إذا متنا والراحلون أيرجعون بشمسنا صبحا وقد نمنا ومتى نمل لصوتنا كبحا إذا قلنا وقد قلنا بأن الدم على يمحى جرحا ونصبح في المقابر أصدقاء أقصوص النسيان ندعوها خرافة وحقيقة العشاق كذب وسخافة حتى إذا احتدمت بأعيننا الدموع وأوقدت في ليلة النعي الشموع جئنا لنبحث في الممات عن الرجوع ويعيش من يلقي شغافة لا شيء يدعو للذهول فنحن من أوداعنا ولقائنا موتى وناك في المقابر أصدقاء لا تذرفوا دمع الأساك صدقا على كتفي إني أحق الناس بالبسمات أنا من مضى في إثركم نصفي أنا من مضى في إثركم نصفي لما ترجعون بدونه لما تتركون سرابه بعيونه هي قصة الأحياء والأموات موتى ونصبح في المقابر أصدقاء هاي التفايل عباس بطل لا تكتب عباس يكتب شعير هو حقيقي اسلام حبيبي أنا استفساري أو سؤالي يا عباس راشد منول والله يبغي دعا اسلام يا راح عشان خفف عن مايك وعلك الضغط كذا سؤالي أن هل في شخص عزيز عليك حاضر حاليا من هو من اللي حاضرين هنا لا 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 أسيبك من هنا حاضر في بيتك لازم يقول اسمه لا لا بس يعني طيب أنا مستعرض أه مستعرض يعني واحد من أصدقاء مثلا حبيبي أرجوك بدون ذكر اسمي أو الوالدة مثلا طيب جميل هل كتبت لها شيء أكيد قلمي وشعري ولساني أنس الموجودين أنس الموجودين وحاول تشعر أنها موجودة وتوجه الكلام لها وجهك قصيدة يعني نعم أنس الموجودين ما الوالدة ما ما ترى لا لا كتبت كثير بس ما أقدر يعني أنا كل ما أكتب ما أقدر ألقي قصيدة على الوالدة بدون لا تأثر بالذات أن الوالدة يعني الله يصطرها ويثيبها يعني توفت أسبوع الماضي يجدت أمها الله يخفر الله سلام سلام الله سلام الله 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 تزاك الخير طيب عبدالله عمد آسف أعذر ممكن ألقي قصيدة على أحد أصدقاء ممكن لأكما الوالدة أنا أترك الشاعر يتخيل أن الشمس تبكي والشجرة تركض للقاء يعني كل الدنيا خيالي تمام كل الدنيا خيال عند الشاعر يروح يبعد ويتخيل أشياء الخيال هذا له تمارين جميل والله يله تمارين واحد أنا شوف وقت الله القراءة أنا شوف تمارين لخيال القراءة فعلا إذا ما قرأ الشاعر مستحيل يكون عنده خيال يعني بيبقى تقليدي والمشكلة أنه بعض الشعراء يقدر يكتب خيال أو يقدر فعلا يجيب شيء مبدع وأنا شوف هذا يعني غالب الشعراء لكنه أحيانا ينزل المستوى عشان المتلقي أنا أقول له أرفع المتلقي ومتلقي يصفع معكم أرفع المتلقي نعم لكن لا تصير تتجاوز حدود المعقول يعني في بعض الشعراء فعلا يجيب خيال خيال ويش حسي ويش حسي ويش حسي أحبتوا الشمسة بأذني لا أشوف موه الدرجة هذه لكن برمو أبو خيال ويبص خرص ويبص خرص يعني قافية ومعاني وأخيلها طيب عندي سؤالي تعريف الشعر بالله عندي سؤالي يا أبو وصيل هل سبق لك وأن سرقت يعني سرقت ضمنا تعرف السرقة في الشعر ما تكون صريحة أو ضمنية تتوقعني بقول لك والله حتى لو كنت ساري يعني لا بالفعل في فصيل المتنبي يعني تعجبك فكرتك لا شوف بدايات بدايات يعني يعني أيام الثانوية ولثاني ثانية كنت أكتب معرضات كلها سرقة لا من سرقة أكتب معرضات يعني أجيب وزنها وقافيتها وممكن أخذ نفس معانيه وكذا وأحاول أن أغيرها عشان أتعلم سمى قدبات سمى تضمين لكن من بعدها غير التضمين غير التضمين رح نرجع لك شوفوا خطوة خلص القدس لنا رح قدس لنا وين هي حبيلها هذا بعابد اعراضها هناك ما شاء الله حطى القدس إنه يوفي جارها في جديء مدد الدنيا يعدا ما شاء الله ما شاء الله في القدس بائع قدرة نسأل في القدس من في القدس إلا أن الله يسر حبيبنا عبد الله مش تنصح ليريد يتعلم الخط إيش تعطيه خطوات أولى واحد اثنين ثلاثة يعني بعض الناس يعجب الآن في الخط الجميل ويرى فيه رسالة وهو من أبلغ ما تصل به الرسالة الخط الجميل يقول كيف أجعل من خطي جميلا كجمالك روحك وخطك أنا أنصح أنها ما يجي يتمرن يجي يتمرن مثلا حرف الباء تمرن أكثر من باء 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 دفتر كامل هاي صعبة شوي يجي يكتب كلمات ومعاني فن فيها أكثر من معنى ممكن ما يحس يكتبها خمسين مرة شتين مرة ما يحس فأفضل من حرف واحد ممكن يبدأ بخطوط كثيرة أبيعك شعر مثلا حكام يعني ممكن يتدرب مثلا على الثلث بس على حسب الحروب يعني يكتب حرف الباء مثلا رقعة ثلث ديواني بعضها صعبة يسحب عليها ما يبدأني صعبة أنا عين عين الثلث صعبة بالنسبة لك عين الثلثة ما شاء الله حاول ألا سألشي عندي عين الثلثة سبحان الله لكن كفر ثلث أنا عين الثلثة عندي وعلى اللي كان عنده في بيت أنا شوف أن عبد الله على طالي كلام راشد هل تعطي دورات عبد الله في بداية الطريق في بداية المشوار ما شاء الله لكن أرى أن الطريق واضح أمامه إن شاء الله بيكون خطاط يشار له بالبناء سؤالي عن الخوص اللي معك هذا أنت تشتريه جاهز ولا أنت تأخذه وتقصه لا يعني بعضها أشتريه جاهز بعضها قصة اللي سهل ومرن قصة هذه يعني تعلم طريقة قصة ومشاركة وبالمقاسات واحد ملي اثنين ملي موس ولا بايش لا 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 سكين مشرط مشرط وسكين حادة فيه سكين خاصة اللي تجيء صغيرة هذي يعني يعني زي الموس بس يعني ومشرط حبيبي أستاذي عبد الله هل ترى كثرت الكتابة يعني بعضنا يعني التمرين هذا في حد ذاته كفيل بأنه مع الوقت يصبح الخط جميلا لا مو التمرين مثلا يكتبه مثلا محاضرة كاملة مثلا واحد بيلقي كلمة نعم يكتبها أكثر ممرة هو مو بالا أن يود يتعلم خط آه هم يحفظ يحفظها أكثر ممرة يكتبها لا إذن لازم مع التمرين إيش إيه تعلم قواعد ولا لي عبد الله هي قواعد هي بس يبني قواعد قواعد عندي سؤال أنا إبو عابد يعني حنعرف إنه ما شاء الله في سعودية في مجموعة خطاطين يعني مثلا عثمان طاها وفي ما يفرق بين اللي في مكة الفطاني وفي أنت في مثلا مدرسة لك أو خطاط يعني مثلا عاجبك يعني أسلوبه في الخط ناصر ميمون أصدفنا في برنامج جميلة ما شاء الله خطاط خطاط ما يخرب القلم بيخربه خلاص إبراهيم هناك وهو لا 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 أجيه هو يجيك هو يجيك هل أخطأ حجينا أنا أنا أجيك أنا أجيك خلاص خلك هنا عبد الله هذا الحي يشغلوني عبد الله يجلس هنا رفق السوق طبع عشان أعجل أعجل سؤال لبواصيلي تفضل يا أستاذي هاني أبواصيل في كثير من القصائد لا هو إبراهيم ما رح يكتب الآن تعالي عبد الله لا بس بيوري كيف ممكن نقول أنها قصائد جميلة و رائعة لكن للأسف قتلها الشاعر خل رحك يبراهيم بعدم اهتمامه بالاستهلاله إذا صحي أو بالاستهلال يعني في كثير من القصائد إذا قرأت الاستهلال ما تكملها لكن سبحان الله بعض القصائد تتميز بالمطلع بالمطلع أنا أشوفك تهتم بهذا بجرد أن تتحدث في المطلع تلفت الانتباه والله حتى ما شاء الله عليك يعني كثير من أنا عندي علاقة مع بعض النقاد وبعض الشعر ونتبادل يعني الرسائل أرسل لهم قصيدة ملاحظات بل واحد يستفيد فكثير يقول لي أنت رائع في المطلع نعم براعة الاستهلال رائع بس حاول تركز على يعني خاطع أنك تدرك المطلع رائع ثم تبدأ بقية القصيدة تبدأ نزل حاول ترفع المستوى للمطلع للصراحة أنا أتعب في المطلع يعني وكثير حين يجيك المطلع بس وتكتبه وتخليتك قعد سبعين ثلاثة منترجعتك نعم ذكرتني بأحد وفي قصائد ولكت عوالدك أبو سارة تكتب المطلع أو تكتب القصيدة كانتها منترجع وتغير المطلع مثل القصيدة في رسول الله سلم مثلا السهداني مرة طرح ما كان مطلع هارا انتهت القصيدة ومر سبحان الله غيرت المطلع وخليت أسبوعين واعتمدت أن هذه القصيدة ثم بعدين رجعت وقلت لها المطلع أضعف من القصيدة فرجعت عدلت المطلع حذفت أول ثلاث أبيات وحضفت ست أبيات ثانية يعني غيرت تركيب كامل غالبا اتفضل يا محمد على طار الاستهلال في مر من المرات أنا كنت تحمست كان عندي حفل فطلب مني أن أكتب قصيدة وكان هو حفل وداعي فقلت في مطلع صوت صفيري كان حفل وداعي لأحد المدرسين وكان مسافر الله يغفر له ما عرفه وين السؤال فقلت سبحان الله بداية القصيدة كنت جدا جدا محتارا إيش أكتب فجدت في بداية القصيدة قلت تعايني لي يا غمد أنا تعايني لي يا أخوان يا ربا تذكر لا لا قلت الجودو يفقر والإقدام قطع أو أشتب السيسي صبتنا زي ما أزقع تصبتها الحونيزي أعطيه صدى أسلم أسلم يفقر الجودو والتايكويندو لعبتين حقا تانية لا لا أخي مرة لا والله ما هذا تلعب المتحدة لا والله بنت قف الجودو الجودو يبرز في سماع اليائه والنجم يشدو فاخرا بعطائه هذا الحبيب إذا القصائد فاخرت وجمعنا كل قصيدة بفنائه الله أكبر أخرجت شيئي فانظهرنا بحسنه وقطعنا أيديهن فارطبائه ماشاء الله إذا أصفت صح له الجميل إذا أصفت صراحة من غير مجاملة المعنى الذي تريد أن تصل إليه بهذه الكلمات جميل والله تترموزونة وقفيتها صحة صورها مقبولة يعني وحلوة The wake the wake معنا ما فيه لكن أوزن وأصف بطيحة الوزن ده ما عندي فيه كلام وويلو للمطففين انتبهي نعم دائما في يوم الجمعة ينتشر بين المسلمين كثرة السلقة وهذا أدب جيد بالتذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتنتشر أبيات وحبيبنا عيسى جرابا واللعبون نعم نحن ربعالي نريد ثلاث أبيات أربعة تنتشر لكن قبل ذلك نرجع فقط لخطاتنا الجميل ما الشيء اللي تتمنى أنك تكتبوا إبراهيم خطاتنا الرائع لكن الجميل هو عبد الله فأنا ودي أسألك ما الشيء اللي تتمنى أنك تكتبوا يعني مثل ما كان سالك عبد الله خططين كتبوا المصحف ما هي أمية حبيبنا عبد الله رقم واحد رقم قرآن الكريم عاطو الله مصحف وبدأت خططين تمنون نعم قرآن الكريم وبعد القرآن الكريم صحيح البخاري والله فعلا سيكون لك أول خطوة فيها الآن تتمنى المصحف يعني بدأت شيء أول كنت بدأت شرائط لصحيفة كبيرة وكتبت عمّة صورة عمّة جميل ماشر الله كتبتها كاملة لا وكتبت ثلاثة أرباع هات ثم ما لم أدري شي خربت حرف من الحروف كاف كاف طويلة صادي خرب أي نسخ كاتبوا كلهم إن شاء الله مرحلة إن شاء الله إن شاء الله راشد عبدالله هل تخط بغير القلم الخط هل عندك هواية تخط بغير قلم الخط قلمين رصاص لا لا نقصد بخاخ بوية مثلا جربت طبشير رمل جربت على ريشة على ريشة ماشر الله نعم نعم تدري يا أستاذ عبدالله بيش ذكرتني الوقار اللي أنت فيه ذكرنا بأيام جميلة ما تشوف والله عليه سمت وقار وهدور تبارك الله سمت الله عبدالله إيه والله قار الله لا أسأل الله يحفظك ويرفعك أنا اليوم من أنجبتك بالنسبة لكتابة المصحب سبحان الله في كثير من القراء يحفظون القرآن وتجد ختم القرآن في مسجده لكن لما يجي يسجل المصحف في استوديو لا يستطيع أن يكمل سبحان الله حتى الخطاطين كثير من الخطاطين ما شاء الخطهم جميل ويبدأون في مشروع كتابة المصحف لكن سبحان الله لا يكملونه أنا أقول أن هذا ما حق توفيق من رب العالمين مو أي أحد يوفق لماذا؟ مو أي أحد يوفق لماذا؟ مو أي أحد يوفق لماذا؟ إيه والله شوف المسلمين اليوم كلهم يقرؤون أنا نصيحة لعبدالله أنه أبدأ أكتب صورة صورة وليس القرآن كامل أكتبها على قماش لا تكتبها على ورق حتى أنك تستفيد منها تعلقها صورة صورة فكر فيها عبدالله إذا كتبت شغلات تروح تعرضها على أحد ويوجهها طيب صحاك على أهل الأهل أروح أشوف اليوتيوب أه صحح حلو إذا كان فيه أجيب المشرط وتعدل أعدل لكن مدام قلت الأهل هل في الأهل اللي خطط مثال من أخوانك أخواتك الوالد الوالدة لا يعني بوقية اسألهم استانس برأيهم استانس برأيهم آه الآن المخرج من الجميل يقول كتابة إبراهيم النقيب وش رأيك فيها عاش الله الله أمساز عاش الله لا يبغالوا صعب لا والله زي ما توقع أنا صعب القصب هذا بأي خذيرته يا أخي ترى خط إبراهيم أجمل لكن إبراهيم ما تعلم على الخوص لا متعلم على الخوص عجل الله ممكن أأخذ القلم وأكتبها لا 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 خلع عجل الله حبيبي ما حليعطهم وجه ليش أما أجرب أكتب شوي طرى حتى آن يا أبو عمار عندهم خط جميل والله بس ما أدري هل يكتبوا بهذا القصب القصب هذا قد يكون صعب بلا أنه ما هو زي قصب السكر لا أسمع السكر لا أسمع القصب لا الله يربع عنك سموه قصب أرحبك شوان هلو بعض هيا هل سموه هذا القصب نعم سموه القصب اعتبر الآن إبراهيم النقيب مو يسمع إيش الأهم ملاحظة على الكتاب اللي كتبها أهم ملاحظة هو خط تره جميل فعلا لكن ما تعود على هذه الأقلام أضبطه هي كلها ثلاثة أشهر يلا لا أهم ملاحظة واحدة بس لأنه لا تكثر عليه ممكن ما ينام بغيلا أحلى أبو أحمد في العالم قول الله ما أني خبير هكذا ثبرة ما في مشكلة ما أني خبير مرة يعني تقصفني كذا لا أهون عليك ما في قصف براهيم إيه يعني ملاحظتك على خط ترهيم إيه إيه مشروع إيش ممكن يسوي عشان يصير أفضل من كده اتفرغ على النشيد أبو لا لا يبعد عن النشيد الله الله يتفرغ على حرف حرف يجمل فيها حارة زنقة زنقة حارة حارة لا لا فعلا القصب هذا مسكته صعبة حساسي قاعد يطلع أصوات من أول ولذلك خلصت الحبر ولذلك اللي يتقنون الخطب اللي يتقنون الخط بأقلام القصب ناجحون صحيح هذه مرتبة ترى ما هي بسيطة وما شاء الله عبدالله في سن صغيرة الله يوفقك في ارتباط قلبه أصيل في ارتباط بين الشاعر والخطات والرسام أنا أسوأ شيء ندي بحياتي خطي لو الريخ خطي ممكن يضحك عليه سيئة ممكن أسوأكم خطي لكن كفن ما أظن فيه ارتباط هذه موهبة وهذه موهبة لكن أتمنى أن يصير خطي حتى أني فترات بحثت عن دورات خط وحاولت لكن هذا الرجاء موهبة هذا الرجاء موهبة بالشعر يا الراسل يا الراسل لا على الأقل يعني أعطيك بس ما تضحكون أحيانا أكتب كلام وأرجع بدلين أقرام ما أعرف أقرام لا إله إلا الله شديق شديق الآن وسائل التواصل الآن إذا كتبت كلام سجلوا لا 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 أقرأه عشان إذا جيت قرام مرتين أن تمسك أنا أسجل في الجوال ريحه أنا أنصح ننصح يا أبو أصيل بيحكم أن عبد الله موجود استفد منه والله إليه الشرف وهو كذلك يستفد منك بأنه يفضل ونحن كلنا سنكون طلاب عند الأستاذ عبد الله بن سلم بن منصور خلاص؟ إن شاء الله إسم مضبوط؟ إيه إيه عشاء لأنه ضيع أنا سؤالي هل فيها قصيدة عندك يعني ما عليش ممكننا شوي ترى إنها ندمت يوم إنها كتبت وطلعت سؤال جميل يعني هل ندمت يوما أنك عرضت عقلك على الناس؟ لا الحمد لله ما أكتبت قصيدة يعني شف أرجع الآن أقرأ بداياتي فعلا بعض الشيء طلع في قصيدة واحدة نعم لقيتها في حفل ما أنا قال لكم مشؤولات ونحن تروحون دور ويدرونها الناس موجودة في اليوتيوب لكن مدمت النطاع معروفة لا 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 قصيدة قبل ممكن ست سنوات كنت متخرج من الثانوي إلى الجامعة وكان في حفل في الجامعة في حفل في الجامعة ومم في الجامعة في المدرسة حفل تخريج أوه وقيت قصيدة وطلعت في اليوتيوب في المدرسة ما قلتها قصيدة؟ فتمنيت أنني مراتي لكن أنا أشوف أنا أشوف هذا أنه الأمر عادي في منق الأصبهاني قال يعني نسيب هذا كذلك الكلام للشافعي أنه ما كتب أحد كتابا في يومه إلا قال في غده لو زيد هذا لكان أفضل ولا أنقص هذا لكان يستحسن قال ولم يسلم من ذلك إلا كتاب رب العالمين أول ما ابتدأه الله قال ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني كل الكتاب يعتذروا في بداية يقول وأعتذر عن الخلل والتخصير إلا في كتاب رب العالمين لا ريب فيه تحدي لا يخدر عنه أحد الشعراء هو أستاذ دكتور رفسور يعني في البلاغة والنق وهو شاعر كبير لما كان لا لا بعد الدراسة الجامعية أو في هذه المرحلة كان يكتب قصائد وكانت تنشد وما شاء الله يعني انتشرت وشاعت لما بلغ هذه المنزلة من الشعر أصبح لا يرى ذلك الشعر شيء سبحان الله يقول لا هذا ليس شعرا وله دووين الآن ما شاء الله مطبوعة ما شاء الله وهذا كان يقولها الشيخ العبداني الله رحمه وقال الإنسان إذا كتب كتابا لا يستعجل في إخراجه للناس قال لي أنه بعد فترة قد يندم فيجد نفسه بين أنه استعجل أو أنه مثل ما قلت تمنى أنه لم يكتب هذا يقول لكن لو مع العمر فعلا ستقول هذا كتاب العمر سأعطينا شيء عن نبي صلى الله عليه وسلم قبل 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 بالسؤال عشان يشعر أن نختم معه نعم السؤال الأخير اللي هو هل أنت كتبت قصيدة أو قصيدة من تقصد ما أنت رأيت أنها عادية جدا افتفاجأت أنها واو ضربت وعملت وأنت كاتب ممكن تتوقع أن تسوي جيد نفس نشدهت يوم العين والله فيه فيه بالذات القصاد بعض القصاد بنشده أنا أكتبها والله حتى حيانا بعضها أقول إذا أنتم متحمسين لا تحطوا نسمي معها وتلقى الناس قصيدة قصيدة أسمو أسمو نشدها المكيط ما كنت ما لقيت لها بأس صراحة حتى كنت كتبتها و أنا كنت رايح من البيت للمسجد ماشي كلها ثمانة بيات فرسلتها لهم و أنشدت أنشدتها مكتب الدعوة بالروضة كان عندهم حملة عن القيم و عنوانها أسمو بقيمي فكتبت لهم قصيدة أسمو و أنشدت قبل فترة أرى مشاهداتها في اليوتيوب فوق ثلاثة مليون أو أربع مليون والتعليقات كلمات رائعة كنت أقول يا أخي سبحان الله هذا توفيق الله تكاتب التراح لأحلى مكاني عنك و شراط المجد اللي كتبتها البرامج ماشاء الله تبارك الله اليوم شفت أنشد عندكم سحاري القرين أو لا هذه كلمات يعني شراط المجد ما هتحس بعد فترة بصراحة فيه سر لو قولوا شكرا بارك الله يا وليد هو ماش دولا ما جيتك تهريد؟ يا زعل اطلع جيبة اطلع جيبة اطلع جيبة اطلع جيبة اطلع جيبة خلنا التكمل في خلين و اللي اعجيبة اش نبقى بهذا يبدو قي تكتمون والله العظيم عليش هو متحمس متحمس شوية كلمة تكلمت كلمة كتمت كتمت والله راشد والله يا راشي والله يا فاضلي يا وليد عشان نختم نحنا تهلك نبين شباب في سر لو قلته امكين عبدالله عليزي ما تشوف انه جا الوقت انك توقف قضية كتابة شارات برامج مدهش انت تعديت المرحلة هذي او ممكن يعني تسهلك قضية الشارات كثير والله شوف انا السنة هذا اكثر من اربعين شهر ولا أشوف فيها صراحة تعب الحمد لله وهذه خطة وهذه خطة الشارة ما هي جهد شعري أنت تبقى توزن وتجيب فكرة البرنامج وتحط اسمه سهلة بس عاد أن الناس يقرؤوا الشارات اللي هي خفيفة وعادية وفي قصائح لا طبعا أنا قلت أنه أنا باتفاقي مع السدي صوت في الميدين وما يحطوا اسم لأنه ما أستراني لا أستراني لا أستراني لا تقول أحارب يا أداف يلا أسلم معلوم لفرق يلا اختمينا بقصيدة نبي صلى الله عليه وسلم الله أسلم يلا أسلم طيب قصيدة هي يعني من أقدم مكتب في نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خمسة وست سنوات حلق بنايش لما تباين فضله بجلاله أدركت أن الشمس بعض ظلاله مذ أشرقت قسماته وتعانقت كل الرياض على جميع خصاله مذ شقت الأقمار صدر ضيائها وتساقط النوار تحت جماله لما أطل بوجهه فوق الربا دهل الزمان بطيبه وكماله يمضي يقول الناس ذاك محمد والأرض تعرف وقاه بنعاله كان الأمين بلل الأمانة أبصرت من بعد عميتها بعين جلاله والصدق لم يعرف بغير محمد يجلو العتام بفعله وبقاله اقرأ ويحتز الجلال على المدى شوقا ويكسل أفق من آماله الآن أرسله والسكون بعينه دمع يسل العين عن إرساله الآن ضج الليل يخبر بعضه بعضا بطيب معينه وزلاله قم يا محمد ألبس الدنيا تقن يكفي قلوب الناس بعض نواله يا سيد الأبرار أسعف مركبا أوصله للآمال بعد ضلاله يا فرحة الدنيا التي ما أبصرت ليلا به بدرين قبل مناله قد كان ما قد كان كل حمامة كفت دموعا وانتشت بضلاله شاخ الزمان وعند مولد خيره شبت عروق الخير في أوصاله كل الكلام عن المديح مقصر صلى الإله على النبي وآله من شاء الله تبارك من شاء الله لا أخذ ضفوق ولا عاش حاسدوك أن يجعل كل هذه الكلمات شفية لك يوم القيامة نجعلها ذو أخر لك إن شاء الله بعد إسمع بها شباب قصيدة ناصر الزهراني اللي بعدها فيليت أن يكنت فردا من صحاباته أو خادما عندهم أصغر الخدم الزهراني ناصر الزهراني هذه بردة هذه مجرى لبردة هذه من جمالي هستتحس أنها قدامة بردة البصيري لا بالعكس هو حبيبنا الحمد عباس دخل عرض لأنه يظن ترى فرق من من شوقي ومن من ألمي وما در وغادمين ناصر الزهراني إيش بكتب إبراهيم لكن الشاهد أنه بردة البصيري اللي هي من تذكري جيراني بدي سلمي مزجتها دمعا جرى من مقلتي بدمي أم هبتي الرئيس إلى آخر القصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أصلا تجاوزات عقدية نعم أعبشيك جراها شوقي بريمون على القاع بين الباني والعالمي أحلى سف حدمي في الأشهر الحرمي وهي أجمل أجمل صدق مشاعر وألطف يعني عقدين وإن كان فيها تجاوزات وجراها بعدهم شاعر وشاعر وشاعر ومن من ضمن من ناصر الزهراني أحمد شوقي وفي أحمد شوقي لكن مقصود أنه قصيدة البصيري من أمتع ما كتب في بلاغتها وفصاحتها تحذاج إلى عالم في باب العقيدة يبدو بعض الملاحظات التي فيها ناصر الزهراني كذلك هو اللي كتب لكن أنا أعجبني محمد عباس من جمال القصيدة ولا أجد ظنها أنها لي شاعر قديم لكن فرق بين الأدول وبيبادول والبانادول شكرا لك محمد عباس شكرا عندي إعلان أسلم يا عسل طبعا الفقرة هذه يا أخوانا قالوا لي من قبل أعلن لكني أنا أبت نفسي أن أعلن على النتيجة أبت نفسي اليوم إلا في هذه الأثناء واللحظات الجميلة طيب مسابقة الجمهور مسابقة جمهور جو حالنا الآن عن الدرجات أنا لا بسم بردان في المركز الأول طبعا هذه النقاط متى طبعا كلهم أولهم نقاط الأمس كلهم في المركز الأول إن شاء الله ينفع بك يا شيخ في المركز الأول فريق الرذاذ قصدي رذاذ أعجبتك صح؟ نعم لأنه فريق الرذاذ عباس ممكن تقول المراكز أيوة بدون ما تتكلم هنا و هنا الأول رذاذ عشان ينبي يركز مئة درجة ما حيطل عواسي في الشاشة المورقات تمانية وتسعين درجة هنا السعادة تمانية وتسعين درجة سبعة وتسعين درجة سوفراء المجد الشهب ستة وتسعين وغيمات ستة وتسعين وفي المركز الرابع فريق محلقات بخمسة وتسعين درجة وكلهم أربعة وكلهم إن شاء الله أول يعني زي ما لا ينسع لي ما يعزم كلهم أول عموا مسابة على جنو ها عموا مسابة على أخي وكلهم أول كلهم فائز ولك في найك السنة رفع الله مكتم شرفنا على المكرس شرفنا على الرحل قلت أم يا باصل كف قلت أم أشاك عندنا الليلة